قصفت ميليشيات الأسد ليلة الأمس بقذائف المدفعية قرية معربليد جنوب إدلب نتج عنه استشهاد امرأة وإصابة عدة أشخاص بجروح مختلفة من بينهم أطفال وفي سياق متصل قصفت الميليشيات قرية بينين جنوب إدلب بقذائف الهاون أكدت مصادر عسكرية تحقيق إصابات مباشرة في صفوف ميليشيات الأسد في قرية فورو بسهل الغاب جراء استهدافهم بقذائف المدفعية من قبل غرفة عمليات الفتح المبين وفي السياق نعت صفحات موالية مقتلى ضابط للميليشيات على محاور ريف اللاذقية قال وزير خارجية تركيا مولود شاويش أغلو أن صناعي بلاده طلب من الحكومة عدم إعادة السوريين إلى بلادهم وصرح في وقت سابق وزير الداخلية التركي أن الصناعيين يخشون من ترحيل اللاجئين لدورهم البارز في سوق العمل انتشل خفر السواحل الليبي جثامين أحد عشر شخصا بعد غرق قوارب تقل طالبي لجوء بينهم سوريون قبالة سواحل ليبيا وأكدت سلطات ليبيا أنهم تمكنوا خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط من انتشال 47 جثة أكد مسؤولون أمريكيون لصحيفة أجنبية أن مقاتلات روسية حلقت عدة مرات بالقرب من مقاتلات أمريكية في سوريا وأوضح المسؤولون أنه منذ أذار الماضي انتهكت روسيا اتفاقية عدم التضارب أكثر من 60 مرة في سوريا دعا الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن للضغط على أطراف النزاع في السودان لتهديئة التوتر والعودة للمفاوضات وطلب من قادة السودان وضع مصلحة شعبهم في المقدمة مشددا أن الصراع لا يمكن حله عن طريق السلاح في خبرنا الأخير أعلن تطبيق واتساب عن إتاحة ميزة جديدة للعمل حيث أصبح بإمكان أي شخص الدخول للحساب من أربع أجهزة هواتف ولم يعد المستخدم مجبرا على استخدام حسابه على هاتف واحد فقط